الحقيقة من الحاجات الصعبة جداً على أي إنسان أن هو يسمع تداول إشعاعات عن حالته الصحية على غير الحقيقة يمكن أغلبنا مبرح تابع الشائعات المتدولة عن مرض الفنانة الكبيرة عبلها كامل واللي انتشر بسرعة كبيرة لأنها طبعاً بتمس نجمة كبيرة ومحبوبة لها قطاع من الجماهير واسع جداً جداً مش بس في مصر ولكن في العالم العربي هي حاضرة رغم غيابها عن الصحة الفنية من حوالي ثلاث سنوات الفنانة إيهاب فامي عضو مجلس نقابة المهن التمثلية نافى تماماً ما تردد عن إصابة النجمة الكبيرة عبلها كامل بالسرطان وكتب فامي عبر حسابه بموقع فيسبوك الست عبلها كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله كذلك الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلها كامل نافى ما تداولته بعض المواقع حوالين إصابة النجمة الكبيرة بهذا المرض وكتب كمال عبر حسابه على فيسبوك الفنانة عبلها كامل بصحة جيدة وما تردد عن حالتها الصحية كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة طبعاً كان آخر أعمال الفنانة الكبيرة عبلها كامل مسلسل سلسال الدم وده كان من حوالي ثلاث سنوات وتشرفنا هنا في MBC بإدعة هذا المسلسل بنتمنى لها طبعاً كل الصحة والعافية والخير ودايماً نسمع عندناها كده كل حاجة حلوة وما نسمعش أبداً أي حاجة من الأخبار السلبية دي وبس أي حد بيكتب أي حاجة عن أي حد ياريت أنه هو يتحرد دقة وفكرة الشير اللي احنا بنعمله طبعاً طول الوقت بدون ما نتحرم عن صحة هذه الأخبار لا لازم أن احنا كمان نتكلم في القصة دي وننبه الناس مش بس بنتكلم على الحالة الصحية لأي حد لكن بنتكلم في أي شيء رياضة سياسة فن دين لأن في النهاية الكلمة اللي حضرتك بتشيرها هي مسؤولية كمان الحقيقة توصلنا مع الدكتور أشرف زكي وأكد طبعاً على صحة المعلومات اللي احنا قلناها لحضراتك وقال إن هي زي الفل وتمامه الحمد لله ومحدش ينصق أبداً وراء هذه الأخبار أو الإشعاعات اللي هي طبعاً بتنال من صحتها وقال إن هي كمان الحمد لله كويسة بيتواصلوا دايماً مع بعض وبتكون مستأة جداً من هذه الأخبار اللي بيتم تدولها ويمكن حضراتكم عارفين إن هي أصلاً ما بتحبش الظهور الإعلامي بشكل كبير على مدار حياتها لو لقيته كده ممكن تلاقوا لقاء اتنين مش أكتر فيها طبعاتها ما بتحبش الظهور وحب إن هي تابعة فياريت بس إن احنا نسيبها كده تعيش حياتها بالشكل رياحة بعد طبعاً فترة ورحلة كبيرة جداً من العمل الفني المميز ترجمة نانسي قنقر